الكراملين بيقول انها مستعد روسيا بتعلن استعدادها ان هي تزود كل الدول المحتاجة للحبوب مجانا ده قد يكون تصعيد او خلينا نقول تحدي لأوكرانيا اللي هي ايضا كان لها تصريح النهاردة ان هي ممكن تصدر الحبوب الخاصة بها عن طريق البحر الاسود دون الحاجة الى هذه الاتفاقية فاحنا شايفين كل جانب الحقيقة بيتعنت في هذا الموضوع لكن السؤال مين اللي هيدفع هذا التمن هل فعلا يعني الدول اللي بتحتاج لهذه الحبوب هتوصل لها بالمجان في حالة طلبت من روسيا زي ما روسيا النهاردة بتعلن او في حالة ان هي كانت حليفة لأوكرانيا هتقدر ان هي توصل للحبوب وان أوكرانيا هيكون عندها امكانية نقلها عن طريق البحر الاسود دون ان ترفض روسيا هذا الاجراء ده السؤال لان اللي همنا هو ان احنا بنتكلم في غزاء الانسان احنا بنتكلم زي ما بنأكد دايما هم كانوا من اكبر الدول المصدرة للحبوب ونتيجة الازمة الموضوع الدول تدخلت علشان الموضوع ما يتفقمش اكتر ونصل لمرحلة المجاعات ونقص الغزاء فلاقي يا جماعة نعمل اتفاقية وروسيا ووكرانيا والامم المتحدة يكونوا فيها برعاية تركية ولكن نتيجة النهاردة شايفينه روسيا بترفض يعني الاستمرار في هذه الاتفاقية بناء على الشروط اللي هي حطها يعني علشان تستمر فيها روسيا بتتمسك بموقفها في هذا الموضوع وبتواصل بشكل مستمر مع الشركاء في القرى الافريقية يعني بتواصل التواصل معاهم وبتأكد انه هيكون في استمرار لمناقشة الامدادات من روسيا الى افريقيا في القمة الروسية الافريقية واللي هتنعقد في نهاية هذا الشهر فيمكن القرى الافريقية بشكل كبير بتابع هذا الموضوع بشكل مختلف لان احنا بنستورد من يعني الدولة الروسية او من اوكرانيا هذه الحبوب فهنا روسيا بتدعم القرى الافريقية